تطورات خطيرة في الساحة الليبية النيتو يصف الوضع في ليبيا بالحرج والبنتاج يتحدث عن ألفي مقاتل روسي يدعمون حفتر والتحضيرات متواصلة لمعركة سيرت وفي هذا التقرير نسلط الضوء على توقعات المشهد في الأراضي الليبية خلال الفترة المقبلة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي النيتو وصف الوضع في ليبيا بالحرج وعبر عن قلقه من الوجود الروسي فيها وبينما تواصل قوات حكومة الوفاق الوطني التحضير لمعركة سيرت المرتقبة صعدت فرنسا لهجتها ضد تركيا وسط تقارير عن سعي أنقرة لإقامة قاعدتين على الأراضي الليبية الأمين العام للنيتو قال إن الوضع الليبي حرج وخطير ويدعو للقلق خاصة فيما يخص العثور على مقابر جماعية خلفتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وراءها في مدينة ترهونة الحلف الأطلسي قلق من تزايد الوجود الروسي في شرق المتوسط خاصة في ليبيا مشددا على أهمية التوصل لحل سياسي في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة وتأتي هذه التصريحات بشأن الوجود الروسي في ليبيا في وقت قدرت فيه قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا عدد المرتزقة الروس الذين يقاتلون حاليا في صفوف قوات حفتر بنحو ألفين وأكدت تقارير أن روسيا زودت حفتر بطائرات حربية ونشرت صورا تظهر بعض هذه الطائرات في قاعدة الجفرة الجوية في حين أكدت قوات حكومة الوفاق أن المرتزقة الروس يعملون على تلغيم مدينة سيرت ومحيطها مثل ما لغموا من قبل ضواحي طرابلس الجنوبية ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزي بوريل قال إن الاتحاد قلق من تصاعد التوتر في ليبيا وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن الوضع في شرق المتوسط يزداد سوءا وتابع أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون العلاقات مع تركيا في ظل ما وصفها بالأحداث الجارية المقلقة في إشارة إلى دور تركيا في الانتصارات العسكرية التي حققتها أخيرا حكومة الوفاق الليبية حيث أنهت وجود حفتر العسكري غرب البلاد وبدورها قالت الرئاسة الفرنسية إن دور أنقرة في ليبيا غير مقبول وعدائي ولا بد أن ينتهي وأضافت في بيان أن حكومة الوفاق الليبية تواصل الهجوم بدعم تركي هائل رغم الموافقة على بحث وقف إطلاق النار كما قالت الرئاسة الفرنسية إن باريس دعت لمشاورات مع شركائها في حلف شمال الأطلسي لبحث الدور التركي في ليبيا وتأتي التصريحات الفرنسية بعد رفض أنقرة المبادرة المصرية حول ليبيا التي دعمتها دول توصف بأنها داعمة لحفتر بما فيها فرنسا كما تأتي في وقت تجري فيه تركيا محادثات مع حكومة الوفاق بشأن احتمال استخدام قاعدتي الوطية الجوية غرب البلاد وقاعدة مصراط البحرية شرق طرابلس وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصدر تركي في موسكو وزير الخارجية الروسي قال إن بلاده وتركيا على تواصل لدفع الأطراف الليبية إلى التفاوض وكان يفترض أن يزور ليفروف وهو وزير الخارجية الروسي اسطنبول ليبحث الملف الليبي مع نظيره التركي لكنه أجل زيارته إلى موعد لم يحدد بعد وذلك في ظل تباين بين أنقرة وموسكو بشأن الوضع في ليبيا هذه المواقف والتصريحات تعكس حجم التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الليبية عسكريا وهذا هو الأهم تواصل قوات حكومة الوفاق رسالة تعزيزات إلى مدينة سرط وأفاد ناشطون بأن مقاتلين من مدينة زوار الواقع غرب البلاد انضموا إلى القوات المرابطة غرب سرط وكانت قوات الوفاق تقدمت قبل نحو عشرة أيام مسافة 120 كم ووصلت إلى أطراف سرط بيد أنها واجهت حقول ألغام وتعرضت لغارات جوية أوقعت خسائر في صفوفها مما دفعها للتراجع إلى بوابة الثلاثين لتصبح على بعد 50 كم من وسط المدينة وكالة الأنضول التركية نقلت عن الناطق باسم غرفة العمليات المشتركة في سرط بقوات الوفاق العميد عبد الهادي دارة أن مدينة سرط خط أحمر بالنسبة لهم ولن يتنازلوا من جهته قال القائد الميداني بقوات الوفاق اللواء حسين الشلتاتي إن قواتهم تتقدم نحو سرط بعد أن تلقت تعليمات بذلك من رئيس المجلس الرئاسي للحكومة فايزة السراج مضيفا أن قوات الوفاق على الرغم مما تعرضت له من قصف وصعوبات أخرى فإنها مستمرة في الاستعداد وتنتظر الأوامر لبدء العملية فما الذي سيحدث في الساعات والأيام المقبلة شاركونا بآرائكم في التعليقات